اهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناة اكستراليوز كل عام وحضرتكم بألف خير وعيد أطحى سعيد عليكم جميعا بيسعدنا طبعا نحن نكون مع حضرتكم في العيد بحلقة جديدة من برنامج اكستراليوم واللي كالعادة بنناقش فيه العديد من الملفات والتطورات اللي حصلت على مدار الساعات الماضية عندنا الكثير الحياة من الملفات المهمة سواء كان على المستوى الداخلي او حتى على الصعيد الخارجي نتمنى كالعيدة نكون خفافة عليكم في هذه الساعة من اكستراليوم سأكون مع حضرتكم انا ننسي نور والبداية من اجواء عيد الاطحى المبارك اشتركوا في القناة بيواصل المصريون في جميع المحافظات لاحتفال بعيد الاطحى المبارك في ثالث ايامه حيث شهدت الحضائق والمتنزهات العامة داخل المحافظات اقبال كبير جدا من الزوار فضلا عن التنزه على الشواطئ نهر النيل ركوب السفن والمراكب النيلية على جانب اخر توافض ايضا المئات من المواطنين على حديقة الازهر بالقاهرة لقضاء احتفالات عيد الاطحى المبارك والاستمتاع بعدد من العروض المجانية اللي بتقدمها الحديقة لزوارها الزميلة اميرة امر اعدت لنا هذه الرسالة تحياتي في ثالث ايام عيد الاطحى المبارك من داخل حديقة الازهر واحدة من اجمل واكبر واضخم الحضائق العامة في مصر وربما في الشرق الاوسط هذه الحديقة التي تعد مقصد هام ورئيسي للأسرة المصرية افرادا واسر وعائلات كبارا وصغارا ايضا العديد من العوامل التي تجعل هذه الحديقة مقصد للكثير من الزوار فهي تفتح ابوابها في التاسعة صباحا وتغلق في التاسعة مساء جميع ايام الاسبوع شيدت على مساحة شاسعة تجاوزت الثمانين فدانا اي ما يقرب من ثلاثمائة وثلاثين الف متر مربع مساحة كبيرة اكثر من ثلثين هذه المساحة مساحة خضراء اشجار ونباتات ما يخلط مناخا لطيفا للزوار خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الاوينة الاخيرة في بعض الايام ولكن اليوم درجات الحرارة لطيفة بعض الشيء ما يجعل التوافد كثيف من قبل الزوار احتفاءا بثالث ايام عيد الاطحى المباركة ايضا يوجد داخل الحديقة شلالات وبحيرات وايضا يمكن للزوار اتخاذ جولة بالقوارب على هذه البحيرات ويوجد على البحيرة ايضا سلسلة مطاعم وكافهات كما تسمح هذه الحديقة بدخول الزوار بالاطعمة والمشروبات من الخارج ما يسهل عليهم هذا الاحتفال ايضا يوجد مسرح للطفل ومتحف للطفل يقام خلاله الكثير من الانشطة التعليمية والترفيهية وانشطة فنية وانشطة المسرح ايضا هذه الحديقة مقامة على ربوة عالية ما يسمح للزوار او يمكنهم من رؤية القاهرة القديمة وقلعة صلاح الدين ومسجد محمد علي كل هذه العوامل تجعل حديقة الازهر واحدة من اهم مقاصد الترفيه داخل مصر خاصة في العطلات الرسمية والاعياد والان عودة لاستوديوهات اكسترا نيوز شكرا طبعا لزميدتنا اميرة امر على هذه الرسالة وايضا نذهب من حديقة الازهر الى ممشى اهل مصر اللي توافد عليه ايضا العديد من المواطنين للاحتفال بثالث ايام عيد الاطحى المبارك زميلة شيرين مجدي قعدت لنا هذه الرسالة نتابع بالفعل من ممشى اهل مصر احد مقاصد المصريين للاستمتاع بنهر النيل ليس فقط في فترة الاعياد ولكن ايضا طوال العام هذا الممشى بيأتي بطول كيلو وتمنمية متر على مياه نهر النيل مباشرة بمحافظة القاهرة ممتد من كبري امبابا حتى كبري خمسلاشر ميوم مقسمة الى مستويين المستوى الاول ويأتي بمحاذاة الطريق ويتكون من اه او يأتي بعرض اربعة ونصف متر بيضم مسارات لالعجل مساحات خضراء مقاعد للمواطنين واكشاك يعني عامة للخدمات المختلفة وكل ذلك مجانا مع اطلالة ساحرة مباشرة على نهر النيل اما المستوى الثاني والذي اتواجد فيه الآن ويأتي بعرض ستة ونصف متر بيضم اكثر من تسعين مطعم ومحل تجيري وكفي ومطعم عائم كذلك ايضا مساحات خضراء ومقاعد للمواطنين ايضا بنتحدث عن ثلاثة مدرجات ومسرح مكشوف نوافير للمياه ممرات مائية مختلفة يعني نسمة هواء باردة في الصباح يمكن ان تستمتع بها مع مياه نهر النيل وفي المساء يمكن ان تستمتع بنهر النيل وسط انظمة اضاءة ليلية وكذلك ايضا مظهر للمراكب النيلية وهي تسير في النيل مع اضاءاتها في الفترة المسائية ربما بيبقى مظهر مختلف في هذه الفترة بنتحدث ايضا في فترة الاعياد وخلال شهر يونيو هذا الشهر يوجد بزار بيضم اكثر من مائة براند مصري بيقدمه العديد من السلع المختلفة للمواطنين كتشجيع للصناعة المصرية بيوجد هذا البزار كما ذكرنا من اول يونيو وحتى نهاية هذا الشهر الجري هذا الطابق الذي اتواجد فيه طبق السفلي يأتي بتذكرة دخول قدرها 20 جنيه وييفتح ابوابه امام المواطنين من التاسعة صباحا وحتى الرابعة فجرا في فترة الاعياد بيأتي هذا الممشى بشكل عام في اطار جهود الدولة لتطوير محافظة القاهرة وتعظيم الاستفادة من مياه نهر النيل وخلق فرص طرفيهية للمواطنين وزيادة مساحات الخضراء المخصصة لكل فرد دي الصورة من ممشى اهل مصر اعود اليكم في الستوديو مرة اخرى شكرا ايضا لزمنتنا شيرين مجدي على هذه الرسالة ونذهب الى الحديقة اليابانية اللي بتستقبل ايضا الزوار لليوم الثالث من عيد الاطحاء المبارك وبتتميز الحديقة اليابانية بحلوان بكونها واحدة من اروع الحضائق في القاهرة وبتضم العديد من الانشطة الترفيهية بالاضافة الى العديد من الالعاب الخاصة بالاطفال اللي بتوفر الحياة تجربة ممتعة لهم الزميلة ريهان فيكتور اعدت لنا هذه الرسالة مشاهدين العزاء تحياتي الى حضراتكم جميعا الان من داخل الحديقة اليابانية والتي تعد من اقدم الحضائق المصرية والتي تتجاوز المائة عام هذه الحديقة التي فتحت ابوابها صباحا لاستقبال الزائرين منذ الساعة التاسعة حتى الساعة الثامنة تستمر في استقبال الاسر المصرية مختلف الاعمار اقبال المواطنين خلال الساعات الاولى من الصباح كان اقبالا متوسطا الى حد ما ولكن سرعان ما تزيد اعداد المواطنين على مدار اليوم شيئا فشيئ ايضا مشاهدين الكرام يعني كان هناك استعدادات كبيرة من قبل المسؤولين والقائمين على هذه الحديقة لاستقبال المواطنين والاسر المصرية خلال ايام عيد الاطحى المبارك عادوا الله علينا وعلى حضراتكم بكل الخير كانت من ضمن هذه الاستعدادات هو الصيانة الكاملة لأعمدة الانارة ولدورات المياه وايضا هناك يعني قفيهات ومطاعم خاصة بهذه الحديقة موجودة من حولنا في جميع يعني هذه الحديقة ايضا نتحدث معكم عن انها حديقة عائلية بامتياز يمكن القول ان هناك بعض العائلات التي خصصت وقت خاص باتخاذ الصور التسكيرية ايضا هناك بعض الاسر التي فضلت الجلوس تحت الاشجار للاستزلال بالاشجار والورود الرائعة الملونة ايضا كل ذلك يعني بالاضافة الى وجود البحيرة المائية الموجود بها بعض المراكب التي يمكن ان يقوم العائلات المصرية باستحاب اطفالهم بالجلوس فيها والاسمتاع بالاجواء الصيفية اذا المشاهدين الاعزاء هناك مدينة ترفيهية بالكامل مجانية وعدت خصيصا للاطفال مختلفة في الاعمار هذه الحديقة تم العمل على تطورها وصيانتها استقبالا للاطفال خلال ايام عيد الاطحى كل ذلك هو اكثر نتبعه معكم على مدار الساعة داخل الحديقة اليابانية في اليوم الثالث لعيد الاطحى المبارك والان اليكم من جديد في الاستوديو شكرا ايضا لريهان فيكتور على هذه الرسالة ونذهب الى الاقصر حيث وصل المواطنون في الاقصر احتفالتهم بعيد الاطحى المبارك لليوم الثالث على التوالي في زيارة الاماكن العامة والسياحية شهد كورنيش النيل بمحافظة الاقصر اقبال كبير من المواطنين في ثالث ايام عيد الاطحى المبارك على الرغم الحقيقة من ارتفاع درجة الحرارة الكبيرة خرج بعض المواطنين الى الحضائق والمتنزهات وساحة ابو الحجاج وكورنيش النيل بالاقصر وتم فتح جميع الحضائق والمتنزهات والملاهي لاستقبال الزائرين من ابناء الاقصر خلال ايام عيد الاطحى المبارك يواصل الاهالي محافظة تلقصر الاحتفال بعيد الاطحى المبارك في ثالث ايام العيد هنا في محافظة تلقصر يتوافت الاهالي على كورنيش النيل والممشى السياحي ومختلف الحضائق والمتنزهات في المنتشرة في انحاء المحافظة طبعا للاحتفال بعيد الاطحى المبارك هنا طابع مميز فمحافظة تلقصر تمتلك العديد من المقاومات السياحية والاثرية التي تجعلها مقصد الكثيرين ليس فقط من اهالي محافظة تلقصر ولكن من مختلف المحافظات والمدن المجويرة الذين يقصدون محافظة تلقصر للاحتفال بعيد الاطحى المبارك فالجانب الحضائق والمتنزهات وكورنيش النيل هناك عدد من الانشطة التي يمكن ان يقوم بها المواطنون خلال احتفالات عيد الاطحى المبارك مثل الفسحة النيلية وجولة الحنطور وركوب البلون الطائر وغيره من الانشطة السياحية المتنوعة التي تتميز بها محافظة الأقصر هناك المواقع الاثرية العديدة التي يقصدها المواطنين خلال احتفالات عيد الاطحى المبارك هنا في البر الشرقي على سبيل المثال يقصد المواطنين معبدي الأقصر والكرنك ومتحفي الأقصر والتحنيط وفي البر الغربي يزور المواطنين والسياح خلال أيام عيد الاطحى المبارك معابد الرمسي ومهد شبسوت وهابو ومقابر وادي الملوك ومقابر وادي الملكات وغيرها من المواقع الأثرية العديدة إذن كانت هذه الصورة عن أجواء الاحتفال بثالث أيام عيد الاطحى المبارك هنا في محافظة الأقصر شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة والآن عودة إلى الستوديو بشكر طبعا زميلنا محمد محروس أيضا على هذه الرسالة من الأقصر شكرا جدا لك طيب خلينا ننتقل إلى حديقة أم كالثوم والحقيقة هي من أجمل الحضائق المطلة على النيل وبتتميز بين ضافتها الفائقة وقلة الزحيم فيها وجوالها دا حيث توفق دا المئات من المواطنين على الحديقة لقضاء احتفالات عيد الاطحى المبارك الزميلة مونيكا مجدي أعدت لنا هذه الرسالة كل عام والشعب المصري بكل خير في ثالث أيام عيد الاطحى المبارك نتواجد الآن داخل حديقة أم كالثوم بحي المنيل هذه الحديقة من أجمل الحضائق المطلة على نهر النيل هذه الحديقة مساحتها 18 ألف مثر مربع تنقسم إلى قسمين القسم الأول يطل على نهر النيل والقسم الآخر يعني يوجد مساحات كبيرة من المساحات المزروعة والخضراء بها الأشجار النادرة وقسم آخر يوجد ملاهي للأطفال يعني في ثالث أيام عيد الأطحى المبارك تفتح الحديقة أبوابها منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثاني عشر بعد منتصف الليل بدأ توافض المواطنون للاستمتاع بهذه الأجواء الرائعة منذ ساعات الصباح الأولى ومن المتوقع زيادة الأعداء في المساء وأيضا اليوم يعني قد انخفضت درجات الحرارة عن أول وثاني أيام عيد الأطحى المبارك رصدت كاميرا إكسترا نيوز من داخل الحديقة العديد من المشاهد الرائعة حيث يعني تفترش الأسر المصرية المساحات الخضراء يحضرون معهم الطعام منذ ساعات الصباح الأولى ليستمتعون بوجبة الإفطار أو الغذاء على هذه الإطلالة النادرة على نهر النيل وأيضا يوجد بعض الطرقات الواسعة ليلعب الأطفال ويلهون بكرة القدم ويمكنهم أيضا ركوب الدرجات استعدت حديقة أم كولسو منذ اليوم الأول حيث تم رفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة هنا للمواطنين داخل الحديقة للاستمتاع بأجازة عيد الأطحى المبارك يوجد كافيتيريا ومطعم تقدم وجبات ومشروبات بأسعار رمزية أيضا هذه الحديقة تتميز بأنها قريبة من محطة مترو الملك الصالح ويوجد عديد من المواصلات بالأماكن الرئيسية بالقاهرة المؤدية إلى هذه الحديقة يعني من المشاهد الجميلة أيضا التي رصدناها هي التقاط الصور التذكارية بين الأطفال وأبائهم وأسرهم يعني لصنع ذكريات جميلة داخل هذه الحديقة هذه كافة التفاصيل والصورة هنا والعودة إليكم مرة أخرى لسه كلامنا عن الأعياد مستمر ولكن حدثنا هيكون عن مناسبة تاريخية عظيمة بتحتفل بيها مصر وهي ذكرى عطرة الحقيقة من تاريخ وطننا العظيم وهي الذكرى التمانية وستين لعيد الجلاء واللي شاهد خروج آخر جنز بريطاني من الأراضي المصرية في الثامن عشر من يونيو لعام الف تسعمية ستة وخمسين نتيجة اتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا واللي كان أو قد كان الحقيقة صمود الشعب المصري سبب في هذا العيد عقب نحو ما يقرب تقريبا من 73 عام من الاحتلال البغيض وبعد آلاف من الشهداء في طريق طويل من النضال والتضحيات المزيد في سياق هذا العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لسا مكملين مع حضرتكم هذه الحلقة من اكستراليوم ولكن بعد فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بحضرتكم مرة أخرى مازلنا معكم في هذه الحلقة من اكستراليوم وبيتجدد حدثنا في متابعة آخر التطورات المرتبطة بالشأن الفلسطيني هنتكلم في البداية عن الجزء الميداني المرتبط بأوضاع الحرب على قطاع غزة النهاردة كان فيه أنباء تم تنقلها عبر وسائل إعلام إسرائيلية واللي كشفت فيها عن نواية أو خطط الاحتلال الإسرائيلي في الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة بعد انتهاء الهجوم البري على رفح الفلسطينية وأن الخطوة التالية ستأخذ شكل غارات دقيقة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في كامل أراضي قطاع غزة زي ما احنا بنتابع مع حضراتكم بصفة مستمرة أن الداخل الإسرائيلي أصبح حياة مليئ بالتوترات مليئ بالانقسامات وده شفنا قبل كده في أمور مختلفة منها استقالات بين قيادات إسرائيلية بالأمس كان حل حكومة الحرب الإسرائيلية من قبل نتنياهو أيضا النهاردة مطالبة عضو مجلس الحرب الإسرائيل السابق بني جانتس بنيمين نتنياهو بإقالة نائب رئيس الكنسة من منصبه وإدانة تصريحاته اللي بتدين المتظاهرين في تل أبيب حيث علق جانتس أنه يجب تعيين شخصية مكانه بتحترم دولة إسرائيل الحقيقة الأحداث كثيرة للغاية مش بس على الوضع الميداني ولكن أيضا لما يحدث في الداخل الإسرائيلي على كل حال للمتابعة والنقاش عبر الهاتف بينضم إلينا الأستاذ محمد عبد الرازي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات أهلا بحضرتك فنم كل سنة وحضرتك بألف خير أهلا بحضرتك فنم كلها محضرت بخير في البداية عايزين نعرف من حضرتك أستاذ محمد ماذا يعني التخطيط لغارات دقيقة أو الانتقال للمرحلة الثالثة يعني من الحرب على قطاع غزة يعني إذا رأينا أو إذا نظرنا إلى المراحل السابقة من العمليات العسكرية الإسرائيلية في التغازة سنجد أنها جميعها متأخفقت في تحقيق أهدافها المرسومة لها سواء من حيث القضاء على حركة حماس على الوضع السياسي أو الوضع العسكري بالإضافة إلى تحرير الأسرة والمفجزين الإسرائيليين لدى الحركة في كل مرحلة من المراحل كانت إسرائيل تصور هذه المرحلة بأنها مرحلة حاسمة التي تتمكن بها من تحقيق أهدافها إذا ما عدنا إلى العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة ثم برورا بالوسط في مخيم النصويرات وفي حي الزيتون ووصولا إلى خانيونس ثم إلى رفح في كل مرة كانت إسرائيل تقول أن هذه هي المرحلة الفاصلة التي من خلالها ستتمكن من تحقيق أهدافها ولكنها في كل مرة كانت تنهي هذه العمليات دون تحقيق أي انتصار ودون تحقيق أي مكاسب وصولا إلى رفح حيث مدينة رفح التي كانت تصورها إسرائيل بأنها المعقل الأساسي لحركة حماس وأن دخولها إلى هذه المدينة سيمكنها من القضاء على قادة حماس والقضاء على الكتائب المتبقية للحركة بالإضافة إلى تحرير الأسرة والمفجزين ولكن انتهت عملية رفح أو قاربت على الانتهاء ولم تحقق إسرائيل أي من هذه الأهداف بل على العكس تماما أثبتت حركة حماس وفصائل المقاومة أنها قادرة على أن تضرب إسرائيل وأن تضرب وتستهدف القوات العاملة في مدينة رفح من قلب مدينة رفح ذاتها إذا عودنا إلى أيام أو إلى أسابيع نجد أن من شرق مدينة رفح انطلقت الصواريخ الخاصة بفصائل المقاومة التي دربت العاصمة تل أبيب بالإضافة إلى الكمائن التي نفذها مقاتل وحركة حماس واستهدفت ربما عشرات من الضباط والعناصر في جيش الاحتلال أوقعت عددا كبيرا منهم قتلى وجرح وبالتالي فشلت إسرائيل في تحقيق هذه الأهداف وتنتقل بعد ذلك إلى مرحلة تالية لن تتمركز فيها قواتها على ما يبدو في مكان معين وإنما ستركز من جديد ربما على العمليات العسكرية الجوية التي تستهدف بها مناطق ترى فيها أنها تتمركز فيها عناصر وقادة حركة حماس بالإضافة إلى توسيع الانتشار الجغرافي لهذه العمليات يشمل مناطق أخرى متمددة في كامل القطاع بما يقلل أو من شأنه أن يحد من قدرة حركة حماس على استهداف عناصر وضباط الجيش الاحتلال في قطاع هذا ما هي نواية الاحتلال الإسرائيلي تجاه ما بعد هذه الخطوة أست محمد يعني حتى الآن المشكلة الأساسية التي ربما عبر عنها كذلك المسؤولون الأمريكيون أن دولة الاحتلال لا تملك حتى الآن تصورا واضحا لليوم التالي للحرب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط عمسر كشتاين إلى زيارته إلى لبنان اليوم تحدث عن أن من الضروري أن يكون لدى إسرائيل خطة واضحة لليوم التالي للحرب في غزة ولكن الانقسامات الحادة التي تتسم بها إسرائيل في الوقت الحالي تمنع من وجود هذا التصور رأينا اليوم آخر هذه التصريحات المتعلقة باليوم التالي ما قاله حبما منذ قليل وزير الأمن القومي إتمر بن جسير بأن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال قطاع غزة وأن تسيطر عليه عسكريا مرة أخرى بالعودة إلى ما قبل عام 2005 بالانتشار العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وهو أمر وهو سيناريو مكلف للغاية على إسرائيل على كافة المستويات السياسية والعسكرية والمادية وبالتالي لا يوجد حتى الآن تصور واضح لدى دولة الاحتلال عن ما يمكن أن تفعله في قطاع غزة حتى الآن ولذلك نجد التضارب الكبير بين التصورات السياسية وتصورات العسكرية والعمليات المتدولية في قطاع غزة طيب خليني برضو أسأل حضرتك أستاذ محمد عن الانقسامات والتوترات في الداخل الإسرائيلي هذه التصريحات القادمة من هنا وهناك أيضا من الداخل الإسرائيلي كيف تراها؟ يعني منذ البداية لم تكن هناك رؤية واضحة أو رؤية واحدة داخل إسرائيل لما يمكن أن يقوم به جيش الاحتلال في قطاع غزة بعد حل مجلس الحرب من جانب رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو واستقالت كل من بيني جانس وغادي أيزين كوت من مجلس الحرب ومع عقبه من حل المجلس ربما كان يمثل جانس وأيزين كوت الأصوات المعتدلة نسبيا داخل الحكومة الإسرائيلية كان يمثلان الصوت المخالف ربما لصوت بن يمين نتنياهو والطيار اليميني الذي ينتمي إليه بعد حل مجلس الحرب وعودة الأمور إلى نصابها الذي كان قبل السبع من أكتوبر الماضي وبالتالي الحكومة هي التي ستقرر عن طريق المجلس الأمني والسياسي المصغر يعني أن القرار سيكون يمينيا بالكامل في الفترة المقبلة الحكومة الإسرائيلية ستكون ذات توجهات يمينية بحتة بدون أي اعتبارات أخرى ربما لن يكون هناك الصوت اليساري أو الصوت المعارض للتوجهات اليمينية سيكون لنيتنياهو ومعه وزيره المتطرفان بني جانس وابتدت إنجافير وسموتريتش سيكونان هما المقرران بشكل كبير لما يمكن أن يكون في المرحلة المقبلة وبالتالي سنجد أن ذلك سينعكس عمليا على أرض الواقع في قطاع غزة من عدة أوجه ربما نجد تطبيقا لما يقوله بني جانس بمساعي لإعادة احتلال قطاع غزة ربما نجد خلافات أكبر وأكثر عمقا بين المستوى السياسي الذي يمثله الحكومة الإسرائيلية والمستوى العسكري الذي تمثله قوات الاحتلال العاملة على الأرض بساطة مع دما رأيناهم خلال الأيام الماضية من قرار قيارة الأركان بعمل هدنة تكتيكية في قطاع غزة أو في مدينة رفح لإدخال المساعدات وهو الأمر الذي رفضه المستوى السياسي جملة وتفصيلا وبالتالي قد نجد المزيد من الانقسامات بين المستوى السياسي والعسكري في الفترة المقبلة أنا الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إلي من تفاصيل أستاذ محمد عبد الرازي الباحث بالمركز المصري الفكر والدراسات كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك يا فند شكرا جزيلا لك يا فند خليني أنتقل مع حضراتكم إلى ملف آخر والحقيقة حلف الناتو بيبحث نشر المزيد من الأسلحة النووية ووضعها في حالة الاستعداد مع زيادة التهديدات النتجة عن الحرب في أوكرانيا الأمين العام للحلف ينسي ستورتنبرج أكد أن الحلف بيجري محادثات لنشر المزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات ووضعها في حالة الاستعداد وأن الشباب فيها بتحتم أيضا إيصال الرسالة مباشرة أنه بالطبع تحالف الناتو ذو قدرة نووية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رده وكمان وحذر مرارا من أن موسكو قد تستخدم الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها عند الضرورة القصوى ووجه اتهام مباشر للولايات المتحدة وحلفاء الأوروبيين بدفع العالم نحو حافة المواجهة النووية من خلال منح أوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات بيستخدم بعضها ضد الأراضي الروسية طيب الحقيقة أنه إعلان حلف الناتو عن بحث الأسلحة النووية في وقت خطير وسط أزمات وحروب وتهديدات عالمية أكيد ليه هدف وده اللي هنعرفه مع ضفنا عبر الهاتف الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بيك نانسي وكل مشاهدينك الكرام خليني أبدأ بعودة عقرب الساعة إلى زمن يمكن الحرب الباردة كما تسمى وتهديدات حلف الناتو باستخدام السلاح النووي مجددا تعقيب حضرتك يا دكتور في الواقع نانسي أن طبعا استخدام السلاح النووي وتطوير الأسلاح النووية والرؤوس النووية خاصة أي دان الحرب الباردة من جانب أمريكا وحلف الناتو أو من جانب الآخر تحديد سويد الصابق وروسيا حاليا ومع حلف وارسو كان بهدف الرضع النووي هذا الاستخدام أو الامتلاك المتبادل للأسلاح النووية ساهم في تحقيق حالة من الرضع النووي وتجنب مواكهة أو صدام عسكري مباشر لأن الحرب النووية بين الأمرين تعني فناء الكل أو تعني فناء القرى الأرضية وفناء البشرية وبالتالي كان ساهمت هذا ما يسمى توازن الرعب النووي ساهمت لحد كبير في تجنب الصدام لكن في مرحلة حالية وما نسميه الحرب البلدة الجديدة وانختلفت طبعا في الأسس في القواعد التي تحكمها خاصة أنها لم تعد حرب إيديولوجية كما كان بين الاشتراكية والأسمالية ولكنها حروب قائمة على المصالح حروب قائمة على النفوذ وسراع القوى الكبرى والصراح حول بنية النظام الدولي الآن أمريكا ومع حلف الناتو من ناحية وكل من روسيا والسطين من ناحية أخرى روسيا والسطين تسعيان لإقامة نظام دولي متعدد للأقطاب بينما أمريكا تتشبث بيئة الحضياء القطبية وتستخدم حلف الناتو كأحد سياساتها الخارجية في تحجيم سعود أسطين وروسيا وأيضا تعتمد على استراتيجية إشعال الحرائق والحروب خاصة في المحيط الحية والروسيا كما رأينا في ما حدث فيه سيناريو أوكرانيا وأيضا تحاول تنساخ نفس السيناريو مع أسطين وإشعال جبهة تيوان وبالتالي هنا الجديد هنا أن الحديث الآن بدأت حدث تكلم عن ما يسمى الأسلاحة النوهية التكتيكية هناك أسلاحة النوهية الاستراتيجية وهناك أسلاحة خطيرة تهدد بفناء الدول بكاملها أما الأسلاحة النوهية التكتيكية وهي المرتبطة ببقعة جغرافية معينة أو مناطق معينة كمدينة صغيرة أو حي معين بدأ الحديث يتزايد والوتيرة تزاد خاصة بعد نشرة روسيا أسلاحة النوهية التكتيكية في بلاروسيا الغرب أيضا يحاول إسار رسالة رضع إلى روسيا وحلف الناتو من خلال نشر المزيد لأن الغرب هو من استفز روسيا الغرب هو من خلال العقد الماضي نشراء أسلاحة تكتيكية واستراتيجية أسلاحة نووية بكل مختلف أنواعها في شرق أوروبا في دول في هلف الناتو كما رأينا في تشيك في تشيكوتيفاكيا أيضا في بلغاريا في بولندا وهو ما جعل روسيا حقيقة تتعامل بالسياسة رد الفعل أو المعاملة بالمسل وبالتالي هنا جاء الحريص الأخير عن نشر أسلاح نووية وتفايلها واخراجها من المستوضعات في رسالة سياسية واستراتيجية بالأساس إلى روسيا ومحاولة رضعها في الظل أن هناك رسالة غربية بأن الغرب والناتو هم مع أوكرانيا وأنهم ستعاون إلى روسيا لكن أنا في اعتقاد بهذه التصريحات وهذا الخطوة الأخيرة من الناتو سترفع منصوب التوتر والسخونة في منطقة أوروبا وشرق أوروبا طيب دكتور أحمد يعني في رأيه أيضا بيقول الدول النووية بتعمل على تحديث ترسانتها من جديد مع تدهور العلاقات الجيوسياسية بالطبع يعني الآن الحالة الصراعية هي السائدة في العلاقات الدولية هناك حالة من الاستقطاب وهذه الدول يعني هي طبعا تتجنب المواجهات المباشرة ولأن المواجهات المباشرة تعني أيضا حرب النووي روسيا عكز أكثر من مرة أنها عدلت من العقادة النووية وقالت أنها يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية في حالة أن روسيا في تهديد وجود لها وخاصة من جانب الغرب الغرب في الناحياته يلوح بالأسلحة الاستراتيجية والتفكية نحن نعرف أن أمريكا ويعني انسحبت أو علق الرئيس بايدنسوم أيضا الآن هناك تعليق لمعادل الأسلحة نازل الأسلحة النووية المتوسطة والاستراتيجية استار 2 أو استار الجديدة خاصة أن هذه المعادلة الوحيدة ليست حكم مستوى أو تحكم تفاعلات الأسلحة النووية والسلطة عليها بين البلدين وتسعى لتخفيض الرؤوس النووية لأن المعرف أن أمريكا وروسيا هم أكثر دولتان تمتلك رؤوس نووية بمعدل أكثر من خمسة ألاف رؤس نووي والمعهدة تحدث بأن لا يزيد هذا العدد عن خمسة ألاف وتم تخفيضها إضافة طبعا إلى سبوت 700 صوروخ بالاستفاقات قناكل ناقل لهذه الصوريخ النووية ومن هنا هناك هذا التصعيد في المجال النووي والسلحة النووية مرتوط بأسرعة جو سياسة بين الجانبين وحروب الوكالة أمريكا الآن يتدعم أوكرانيا ليس دفاعا عن أوكرانيا بقدر ما هو محاولة استنزاف روسيا في أوكرانيا الآن بعد مرور أكثر من عامين ونصف عن الحرب الروسية الأوكرانية هناك حالة من الله حسم بسبب الدعم العسكري المطلق العسكري والاستادي الغربي من جانب أمريكا ودول أوروبا والنيتو لأوكرانيا ومع ذلك لم يغير موزن القوة ولكن تحققها نجحة في إبطاء روسيا في تحقيق أهداف في المقابل روسيا بدأ تشعر أن هناك أيضا هناك نوع من الاستبزاز الغربي نوع من التوسع الشرق نشر هذه الأسلحة الاستراتيجية الغربية للنيتو أيضا في منطقة شرق أوروبا الحدوث روسيا بالطبع خاصة بعد انضمان تنلندا والسويد سيجعل روسيا تتاج النارات بفعل أيضا مماثل وبالتالي هنا يزداد الأمر خطورة وتزداد احتمالات أو ما يسمى سياسة حافة الهوية ولذلك هناك الآن حالة من السرع الجيوسياسي منظومة العلقات الدولية والاستخطاب الشديد بين القوى الكبرى وكل من هما يستخدم كل ما لديهم من أدوات سواء بالحروف بالوكالة سواء الأسلحة الاستراتيجية أو غيرها أو فرض العقوبات الاقتصادية بينهاك وردع الطرف الأخرى طيب هل فشلت يعني نقدر نقول الجهود الدبلوماسية للسيطرة على الأسلحة النووية وسط هذا التوتر من العلاقات الدولية بسبب صراعات في أوكرانيا وغزة بالطبع يعني معاهدة السرط الجديدة هي المفتوضة أنها تجدد في العام 26 تم تجديدها بعدها يعني ولادة متعسرة وصعوبة خطيئة حقيقية في عهد الرئيس بايدن خاصة أن الرئيس ترامب الصابق يعني علق ورفض التوقيع على هذه أو تجديد هذه المعاهدة وهي المعاهدة التي تحكم يعني في السيطرة يعني تتضمن إضافة إلى تخفيض عدد الرؤوس النووية وعادد الساحة الباليستية السورية خليطا كلها أيضا تتضمن إجراءات للتفتيش المتبادل والرقابة على أنشطة أو الأنشطة الدووية لكينا الجانبين وبالتالي في ظل هذا الاستقطاب وفي ظل تعليق هذه المعاهدة أو عدم تجديدها واحتمالات انهيارها كل هذا بشكل خطورة كبيرة خاصة أن الأمم المتحدة ومجلس الآن هو مستبع تماما من إدارة العلاقات الدولية أو إدارة السيطرة على الأسلاح النووي حتى معارض حضرت شرنوي مبي تيم التي أبرمت في التسائلات من القرن الماضي واجهة تحديات خطيرة لأن مجلس الأمن الصبع لا يملك أدوات ليه فرضها خاصة دول مثلة يعني طبعا إسرائيل هناك دول جديدة تحاول الانضمام إيران وغيرها لكن على الأقل بسبب الفيتو وخلل في تركيبة مجلس الأمن ووجود روسيا وستين وأمريكا في مجلس الأمن وسلاح الفيتو هذا بيمنع أي وجود أي قواعد دولية متعارفة عليها أو سيطرة أو تكون هذه التفاعلات النووية تحت سيطرة الأمن المتحدة أو جهة محايدة وبالتالي هذا شكل خطورة كبيرة صحيح من الضل التقطاب السياسي الشديد بين هذه الأطلاق أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لحضرتك خليني أدخل مع حضراتكم في خبر أيضا يعني أخير لأكستراليوم وهو خبر أيضا في الإطار الخارجي في إطار حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عشرين أربعة وعشرين سيتم تنظيم منظرة في سبعة وعشرين يونيو بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترامب تستمر المنظرة ساعة ونصف بدون جمهور أعلنت شبكة سين إن قواعد المنظرة الأولى حيث أن فريقي حملة المرشحين وفقاء على مجموعة من الترتيبات بتتضمن استخدام منصتين متطابقتين مايكروفونين قابلين للتعطيل وأوضحت الشبكة أنه سيتم كتم صوت المايكروفونين طوال مدة المنظرة إلا للمرشح عندما يحين دوره في التحدث مضيفة أن المقدمين هم جاك تابر ودانا باش سيستخدمان جميع الأدوات المتاحة لهم لفرض التوقيت وضمان حصول منقشة حضارية وافق بايدن ووافق ترامب على إجراء منظرتين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم المنظرة الأولى ستكون في 27 يونيو والثانية في 10 سبتمبر طيب مشاهدين الكرام بهذا تكون انتهت هذه الحلقة من أكستراليوم أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة كنت معاكم نانسي نور وإلى اللقاء موسيقى